وقعت وزارة شؤون البلديات والزراعة مذكرة تفاهم مع هيئة التخطيط المكاني والبناء في جمهورية سلوفاكيا وذلك في عدد من المجالات ذات الاهتمام بين البلدين الصديقين هذا وجرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم المشتركة بحضوره سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسيد مارتين هيبكي رئيس هيئة التخطيط المكاني والبناء في جمهورية سلوفاكيا إذ تأتي هذه المذكرة ثمرة الجهود المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية سلوفاكيا في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل ووضح وزير شؤون البلديات والزراعة بأن مذكرة تفاهم تنص على قيام الطرفين بتنفيذ أنشطة تهدف إلى دعم تطوير التعاون المشترك والاستفادة من التجربة الاسلوفاكية في أنظمة وقوانين تنظيم المباني والتعمير والمراقبة الذكية لمخالفات البناء ترجمة نانسي قنقر